بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة ماري جي ماي سيمون الحاكم العام والقائد العام لكندا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهني بمناسبة تنصيبها حاكما عاما لكندا الصديقة ومتمنيا سموه رعاه الله لفخامتها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى ماري جي ماي سيمون الحاكم العام والقائد العام لكندا الصديقة ضمنها سموه خالص تهني بمناسبة تنصيبها حاكما عاما لكندا الصديقة متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها كل التوفيق والسداد كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة اشتركوا في القناة